لا شرقية ولا غربية تلك أمانية المأخذين بشعارات مقتدى الصدر أن تكون الحكومة المقبلة في تغيير جذري يغير قواعد العملية السياسية في عالم الأوهام شيء والحقيقة شيء آخر كل الحكومات في العراق لم تكن شرقية أو غربية ولا حتى الحكومة المقبلة وإنما هي إيرانية المنشأ والشكل والأهداف بما في ذلك الشكل الحكومي الجديد الذي ينادي به مقتدى الصدر فهو لا يتعدى كسرا للنمطية الشكلية في توازع الحصص ومكايدة بعض الأطراف المحلية لكن في النهاية لا بد لهوية التكوين السياسي والملشيوي للصدر أن تعود إلى مصدرها الأول الممثل بنظام خامنائي زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لإيران على رأس وفد يضم أطرافا في التيار الصدري والكردي ضمن التحالف الثلاثي كما يقرأها المراقبون هي ردة فعل على الحلف الذي يسعى الإطار التنسيقي إلى تشكيله فابتدر حلف الصدر للهرولة إلى إيران لتبريد أي جبهة قد يسخنها تحالف الإطار التنسيقي ضده وعن الصدر تحديدا لا يمكن للمراقب أن يغفل مسيرته الحافلة الطويلة في تفريخ الميليشيات وتشكيل نواتها الأولى وخروجه من رحم العباءة الإيرانية إذا كنا نحن مرتبطين بإرادة خارجية نتخلى عنها وعليهم هم أيضا إذا مرتبطين بإرادة خارجية تخلونا عنها ولذلك فإن أي خلاف له مع الإطار التنسيقي لن يتجاوز دائرة صانعي القرار في طهران لكن الفارق الملحوظ بين الوضع السياسي بعد انتخابات عام 2018 وبعد انتخابات عام 2021 هو تطور الخلافات بين الكتل إضافة إلى عدم عجلة إيران في تشكيل الحكومة بل وعدم اكتراثها لأي نتائج كارثية طالما أن الأوضاع في العراق لم تخرج عن سيطرتها ترجمة نانسي قنقر